بدءا عند انطلاق الضمان الصحي في مراحله الأولى الذي بدأت ابتداء من 5-11-2023 تم تحديد حزم الخدمات من قبل مجلس إدارة هيئة الضمان وتم التعاقد مع القطاع الحكومي المتمثل بالأجنح الخاصة للمستشفيات الحكومية التابعة لدائرة العيادات الشعبية حاليا هذه المؤسسات والأجنح الخاصة داخل الخدمة كمقدمي خدمات للمشمولين بالضمان الصحي من جانب آخر أحد أهداف قانون هيئة الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي وبغي الضمان جودة الخدمات الطبية والخدمات الفندقية بالمستوى الذي يطمح إليه هيئة الضمان تم التعاقد مع القطاع الخاص كمقدمي خدمات المتمثل بالمستشفيات الأهلية والمختبرات الأهلية أيضا ومراكز الأسنان لتقديم خدمات صحية وفق حزم الخدمات المحددة من هيئة الضمان الصحي حسب رغبة المضمونين نتحدث عن صيغة التعاقد أستاذ علي هي صيغة ليست جبارية أختيارية بطبيعة الحال كيف تلقت المستشفيات والمختبرات الأهلية هذا التعاون وهل هناك استجابة لأعداد كبيرة أخرى لربما نتحدث في المستقبل عن شمول أعداد أخرى من المستشفيات ومراكز ومختبرات بالقانون حدد حد الأهداف بالقانون هو خلق روح المنافسة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لذا كان على هيئة الضمان خلق هذا التعاقد ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهنا المضمون مخير أما مراجعة القطاع الحكومي المتمثل بالأجنح الخاصة أو القطاع الخاص هنا يفرق الموضوع من حيث تزيد المبالغ هيئة الضمان تعمل على تغطية نسبة 90% من الخدمات الطبية و10% يتحملها المضمون عند مراجعة المشمول بالضمان إلى الأجنح الخاصة مثلا موظف أو أحد أفراد عائلته مشمول بالضمان راجع الجناح الخاص لواحدة من المؤسسات الحكومية وبلغت العملية ماتة 4 ملايين دينار هنا يتحمل 10% 400 ألف من قبل المضمون وهيئة الضمان تتحمل 3 ملايين وستمين نسبة الدعم من قبل هيئة الضمان الصحي أما إذا راجع ذات المضمون إلى قطاع خاص مستشفى أهلي إذا كانت قيمة العملية 4 ملايين دينار فيتحمل 25% من تكاليف هذه العملية و75% تتحملها هيئة الضمان باعتبار كلف الأسعار الخاصة بالقطاع الخاص هي أعلى من قيمة الخدمات في القطاع الحكومي لذا فالتعاقد كان لي هذه مزايا وامتيازات للقطاع العام فيما يتعلق بنسبة الضمان الصحي هل نتحدث عن خطة واضحة لشمول مستشفى أهلية بعدد محدد بمناطق محددة أيضا أستاذ علي تمام عفوا فيما يخص تحديد النسبة 10% وال25% هي محددة بموجب قانون الضمان الصحي واضح رقم 22 لسنة 2020 أما آلية اختيار هذه المؤسسات فتم اختيارها على ضوء التوزيع المناطقي الخاص بالمضمونين مثل ما تعرف جنابك بأن المضمونين يشمل فئات متعددة الفئة الأولى الموظفين مع أفراد عوائلهم والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين والمواطنين بصفة اختيارية فالمرحلة الأولى للتعاقدات تم التعاقد مع مقدمي خدمات من القطاع الخاص يتناسب مع عدد المضمونين فكانت هذا العدد الخاص بالمرحلة الأولى يتناسب مع عدد المشمولين بالضمان الصحي لكن سيتم الإعلان مرة أخرى لمقدمي خدمات القطاع الخاص مع زياد عدد المضمونين حيث وصل إلى مليون مضمون نعم أستاذ علي تحدثت وتحدثت وزارة الصحة ذكرت أن التعاقد هذا في المرحلة الأولى متى ستتم المرحلة الثانية؟ هذا يخص المرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الثانية نقطة الشروع ابتداء من 1 تموز 2024 حيث بلغ العدد إلى مليون مضمون خلال الأيام القادمة بإذن الله سيتم فتح الإعلان لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص بغية إشراك مؤسسات إضافية أخرى ضمن حزم الخدمات الخاصة بالضمان الصحي ترجمة نانسي قنقر